ولكن النادي الآلي في كرة السلة وأبناء جستي كالعادة أمر بقى معتاد أنك تسمع فكرة أن الآلي يفوز على الزمالك في كرة السلة تقريباً ده الفوز رقم 18 على التوالي على فريق نادي الزمالك لكن الحقيقة وإحنا داخلين الستوديو كان نادي الزمالك متقدم بما يقارب 17 نقطة نهاية الشوت الأول إلا أن عمر الجندي مع كتيبة رجال النادي الآلي في كرة السلة كان لهم رأي آخر كان له قاضية أخرى يعني تنتهي المباراة بفرق يعني نقطة واحدة فقط لغير 7069 مبروك طبعاً لجماهير النادي الآلي مبروك يا فارس أعتقد يعني كنا متوقعين أن النادي الآلي يعمل منتدى كالعادة بس مش بالشكل ده لا القصة جماعة صعبة والله يعني الأهلي فعلاً بيثبت كل يوم أن القصة صعبة أنت بتدموا نفسك الأمل ثم تاخدوا منه أصعب شيء في أي لعبة رياضية أن أنت تحسسوا أن أخيراً أنا قادر حكسر الفوزة هوا حكسر فكرة تغلب النادي الأهلي عليها وسيادته عليها في كرة السلة مؤخراً والأرقام اللي بيعملها والكابوس ده حدي نفسي فرصة تنفس النادي الآلي بقولك مش هتنفس مش هتتنفس وداخل صالة الزمالك مفيش فرص مفيش أمل أنا بس عشمتك أنا بس خليتك تصدق أنك قادر 7069 وبترجع بعد فرق 17 نقطة كتيبة أوجستي غير استثناء يا جماعة وقلت النادي الأهلي من زمان حيخلي ناس كتير تندم أن هي في يوم قللت منه في علعاب الصلاة أوعى تستفز كبرياء النادي الأهلي أوعى تلعب على أن النادي الأهلي مش قادر أكتر كلمة في تاريخ النادي الأهلي استفزت كبرياءه هو أي منافس حاول يقلل منك أي منافس حرفية خطف كرة قدم في كاس علم للأنداء في أي حاجة أي حدي حاول يقلل من النادي الأهلي بيدفع التمن وأعتقد في علعاب الصلاة النادي الأهلي بيقدم كتير النهاردة في السلة لا النادي الأهلي يا جماعة وحش وحش مرعب كتيبة أوجستي ما بترحمش النهاردة بتصدق للحظة أن خلاص هتعملها ولكن النادي الأهلي بيقولك في الأحلام في الخيال انسى مفيش فأعتقد يعني مليون تحية لكل لعب النادي الأهلي وفي غياب عمر زهران يعني اللي أكيد لعب مؤثر جدا وإنت عندك بعض النواقص بتثبت أن النادي الأهلي مع الجاستي أصبح فريق عظيم وفعلا في طريقه أنه هو يغير تاريخ كرة السلة بل هو غيرها بالفعل يعني ننتظر لسه لما نتخطى بطولات الاتحاد السكندري الحقيقة وده تارجت أو هدف عند الجيل الحالي أن يكون النادي الأهلي في مكانه الطبيعي في تحقيق البطولات والألقاب ويكون هو رقم واحد ويعني هو قرب خلاص أنه يقضي على هذه القصة وينفرد بالصدارة ويتخطى نادي الاتحاد السكندري لأن الحقيقة الجيل ده يعني النجاح معام الصدفة ده نجاح مخطط ليه بشكل واضح جدا وأعتقد الفوز تقريباً الثمنتاشر على التوالي بالسيناريو ده مش أول سيناريو يتعامل في مباراة أهلي وزمالك شفنا مباراة كتير بالشكل ده ومباراة أطاحت بمدربين بسبب صخرة النادي الأهلي في كرة السلة اللي بتتحطم عليها أحلام بل أوهام البعض في تحطيم هذه الصخرة مبروك طبعاً لكرة السلة في النادي الأهلي ورجال كرة السلة في النادي الأهلي شكراً لك